من صون دماء المواطنين إلى التبرع بدمائهم فأعوان الأمن الوطني توفدوا للتبرع بالدم إيمانا منهم بالدور الاجتماعي الذي يلعبه الأمن الوطني طيلة السنة وخاصة في المناسبات عملي التبرع بالدم داخل صفوف الأمن الوطني بحيث يشارك في هذه العملية قوات الشرطة من مختلف الرتب الهدف منها هو منح قطرة من دم وإنقاذ روح إغاثة جريح وإنقاذ الأرواح إن شاء الله هذه العملية ليست بالجديد على مصالح الأمن الوطني فهي مكرسة وتعتبر من تقاليدنا من تقاليد المديرية العمال الأمن الوطني التعاون كبير بين مراكز حقن الدم والأمن الوطني الذي يعد الملاذ الأخير في حالات الاستعجالية لمواجهة ندرة بعض الزمر الدموية التبرع بالدم يعود بالفايدة على المتبرع نفسه وفي نفس الوقت روح فايدة كبيرة للمجتمع والمريض الملاذ الذي سيجعل هذه البوشة دو سان كنز بنسبة له كما الـ A نيغاتيف والـ AB نيغاتيف راسة جسما ودونور غيبولي نشكرهم بالمناسبة روح فدل للسيرفيس سواء تعلق الأمر بحماية المواطنين أو إنقاذ حياة مريض بقطرة دم فالأمر سواء يظل الأمن الوطني في خدمة الوطن والمواطن